الإسلام دخل لبرازيل منذ الخلافة العثمانية هذه القارة اكتشفت منذ عهد 1500 للميلاد واللطيف أنه كان في ضمن أو على رأس من اكتشفها قائد ربان الأشريع يومئذ مغربي اسمه الكابيتان مورو في اللسان البرتغالي كالإسباني يضم نحو 8000 مفردة من الأصل العربي كما يحفل قاموسها اللغوي بمفردات عربية وقد صارت الآن مندمجة ممتزجة باللسان اللاتيني ومن طرائف وثمرات العلاقات الجيدة أن المغاربة دون وحيدين دون باقي دول العربية والإسلامية الذين يفدون على البرازيل دون متأشيرة الله تعالى أحمد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه أما قبل فحري بمحدسكم أن يبدي آية الامتنان ومشاعر الإكبار بموفور التقدير والثناء على تخصيص بهذا الترحاب الإعلامي المتميز في منبر له مصداقية وصرح إخباري على ما هو عليه من شعبوية ومن أكاديمية ومن انتقائية للحدث والخبر ولمواكبة النبأ لذلك لم يكن من الغريب أن يعرف لدى جمهور متتبعيه العريض بموقع اليوم أو 24 أي على مدار 24 ساعة ونحن بيتنا في عالم القرية الواحدة بأمس ما نكون إلى من يغذي فينا مواكبة مجريات اليوم ولكن وفقه رؤية محايدة ومن زاوية مستقلة وبما لا يشفعه من إكراهات قولية أو تأثيرات أعدها استراتيجية سواء كانت سياسية أو فكرية أو حزبية أو نحو هذا لذلك ذنوا لي بأن أسمي وأن أنوها بما أنتم موضوعه من هذا التمييز والانفراد ثم أما بعد فحديثي اليوم هو عن الإسلام والمسلمين برحاب دول أمريكا اللاتينية الأصل أن ثمة أمريكيات ثلاثة أمريكا الشمالية أو ما تعرف بالولايات المتحدة الأمريكية ويلحق بها جنوباً المكسيك شمالاً كندا ثم أمريكا الوسطى وبها العديد من الدولات الصغيرة والجزر كالبحر الكريبي ثم أمريكا الجنوبية فإذا ضممنا الوسطى إلى الجنوبية أصبح ما يصطلح عليه سياسياً وإقليمياً بأمريكا اللاتينية ومرجع كونها اللاتينية لأنها تتحدث اللسان اللاتيني أي الإسباني والبرتغالي باعتبار الدول المستعمرة سابقاً والمستكشف لها إمبراطورية إسبانيا والبرتغال ولأنها تتشارك مع دول جنوب البحر العديد المتوسط كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان في الأصل اللاتيني فيما إذا صعدنا نحو الشمال هناك توجه آخر أنجلو ساكسوفوني أو جرماني وهكذا بالتوالي هذه القارة اكتشفت منذ عهد 1500 للميلاد واللطيف أنه كان في ضمن أو على رأس من اكتشفها قائد ربان الأشريع يومئذ مغربي اسمه الكابيتان مورو ومورو هذا الصلاح يقال عن المغاربة لوس موروس يعني المغاربة ومورو هذا كان هو قائد ماجيلان المستكشف الكبير وبعده حملة كريستوف كولومبوس والتي أول ما اكتشفت من أمريكا اللاتينية البرازيل ولا زالت البرازيل إلى اليوم تحمل أسماء عربية كما لربما يخفى على أزهان السادة المتتبعين والمستمعين إلى أنه في اللسان البرتغالي كالإسباني يضم نحو 8000 مفردة من الأصل العربي وكل ما يبتدئ بـ اللي هي ألف لام التعريف عندنا فأصله عربي الآن نقول مثلا الفياتي الفياتي يعني الخياتي كما يحفل قاموسها اللغوي بمفردات عربية وقد صارت الآن مندمجة ممتزجة باللسان اللاتيني اليوم اللاتينيون يتحدثون إسبانيا أو برتغاليا وبها عدة مئات بل آلاف المفردات العربية وهم لا يعرفون أنها من الأصل العربي وأنها من ثقافتهم ومن لسانهم ولكنها دخيلة عليهم وهذا من تأثير الحضارة العربية والإسلامية ومن كذلك وحي التمازج والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم من مكونات المجتمع الإبيري يومئذين أي البرتغال وإسبانيا وباقي أوروبا كما تعلمون الإسلام امتد إلى جبال الألب بفرنسا وإلى الضفاف الجنوبية لإيطاليا فعندنا مثلا مدن تحمل أسماء إسلامية وعربية كمدينة الرسيفي الرسيفي يعني في أصلها الرصيف لما استقرت هناك أول باخرة فقالوا بلغنا الرصيف والقوم هناك ينطقون آخر الكلمة كما عندنا مدينة عاصمة لولاية كبيرة ولاية تكت تكون الأغلبية فيها من ساكنتها من الأفارقة والأفارقة المسلمين الذين استقدموا من جنوب المغرب ومن مالي مما كان يتبع الإمبراطورية الموحدية والمرابطية يومئذ واستعملوا في زراعة الأرض والقهوة واستجلاب المعادن النفيسة اللي كانت وراء الغزو أو اكتشاف ما يسمى بالاستكشافات الجغرافية للبرتغال وإسبانيا عندنا مدينة كاملة باسم باهية باهية يعني من البهاء وعندنا الكسكس أيضا الكسكس المغربي هو أكلة برازيلية ولكن أكلة بشكل حلو تسمى كسكس هكذا أهل هذه المنطقة باهية من السود عندهم متحف في بيرالي به مخطوطات قرآنية ودلائل الخيرات وصحف غيرها مكتوبة بالخط المغربي جاء به أجداد أجدادهم كما أقيمت عندنا في هذه المنطقة إمارة إسلامية في وقت من الأوقات وأعلنت الاستقلال عن الإمبراطورية البرتغالية ووقعت حرب إبادة معروفة بتورة العبيد أو تورة يعني الريبولسان ليلوس موروس تورة الماليين لجاءهم وهم مسلمون وألبستهم إلى اليوم للنساء لباس الأبيض والعمائم فمتشبتين بهذا الأصل والله الحمد العدد هو مهم جدا ولكن يكاد لا يقاس بالساكنة أولا بسبب كون البرازيل من حيث جغرافيتها هي قارة وليس الدولة فالبرازيل تزيد عن 8.750.000 كم مربع هي تعادل من المملكة المغربية 17 مرة تكاد تكون في حجم إفريقيا ولكي تأخذ فكرة عن مدى شساعة البرازيل من جنوبها إلى شمالها بطائرة نفاثة مسيرة 6-7 ساعات في الجو مثل لو سافرت من المغرب إلى السعودية أو إلى أمريكا الشمالية هذا كله داخل التراب البرازيلي وبها ثلاثة مناطق توقيت فقد تجد في الشمال ناقص ساعة فيما الوسط ساعة مستقرة وفي الجنوب ناقص ساعتين وهكذا فالبرازيل تضم حاليا 224 مليون نسمة لكن تكاد تكون شيء يسير بالنظر للتوزيع الجغرافي لا تصل إلى ثلاث أشخاص في الكيلومتر الواحد في بعض المناطق ثم عندنا غابات الأمازون المأهولة للهنود الحمر وهي محميات طبيعية لا زالت تحافظ على موروطهم مستقلين في ذلك عن باقي الأجناس لكن اللطيف في البرازيل هو أنها جمعت نحواً وأنا عضو في المجلس الأعلى للحضارة في البرازيل جمعت نحو 83 من الأعراق والأجناس ناهيك عن الألوان الأربعة تجد فيها الأبيض والأسود والأحمر والأصرف والأصفر جميع الأجناس بل 83 لا أقول جنسية 83 عرق من الأسيويين والهنود والعرب والمسلمين وغير المسلمين ومختلف الديانات لكن الحمد لله نحن في البرازيل كنا فيما نضى حوالي 13 مليون من المسلمين وعرب لكن بعد فترات جاءت على العرب تنصر فيها بعضهم وذابت فيها بعض الفئات لعدم التواصل وعدم التلاقح ولأن كانت الساحة تفرغ وكانت بحاجة يومئذ لمراكز إسلامية تؤطر الجالية المسلمة وللمساجد وللمدرسين والمنظومة الاجتماعية ككل اقتصادياً وفكرياً ودينياً فأدى ذلك إلى افتقادنا الكثير من الأسر لكن مع هذا لا زالت البقية الباقية متعلقة بهويتها الأصلية أكثر المهاجرين إلى البرازيل وأنا عندما أتكلم عن البرازيل طبعاً باعتبارها هي الدولة الأم الكبيرة المركزية لكن نقيس عليها بأمثلة ودرجات أقل الدول الأخرى المجاورة كالأرجنتين والبيرو وكولومبيا والإكوادور والأسونسيون عاصمة البراغواي والأوروغواي وهكذا من الدول المجاورة الإسلام دخل لبرازيل منذ الخلافة العثمانية الخلافة العثمانية كانت تبادلت قنصلياً العلاقات الدبلوماسية مع الإمبراطورية البرتغالية في عهد الإمبراطور دون بيدرو سيوندو يعني الملك بيدرو الثاني فافتتحت لتركيا قنصرية في ريو دي جانيرو في الشارع الذي سمي شارع كايرو القاهرة وكان أول من تولى هذه القنصرية هو الأمير البيان اللبناني الشهير والذي كان وطني وزعيم كبير شاكيب أرسلان شاكيب أرسلان يحكي قال أنا لما جئت إلى البرازيل من الأستانة يعني من العاصمة التركية وجدت في استقبالي يومئذ في ريو دي جانيرو نحوا من 800 ألف مهاجر مقيم هذا الكلام كان قبل يعني حوالي 220 سنة يعني إذن الحضور الإسلامي كان وازن متوفر بكسرة بعد ذلك طبعاً انتهى عصر الخلافة وتأسس نظام السياسي الجديد والدول والسفارات فأصبح عندنا في البرازيل اليوم حوالي 32 سفارة عربية وإسلامية والمغرب من أقدمها المغرب أنا الآن أكاد أعايش السفير الثامن من السفراء المغرب المعتمدين لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية ومن طرائف وثمرات العلاقات الجيدة أن المغاربة دون الوحيدين دون باقي دول العربية والإسلامية الذين يفيدون على البرازيل دون ما تأشيره وهذا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى أن المغرب كان هو أول دولة اعترفت باستقلال لبرازيل عن الإمبراطورية البرتغالية عام 1867 لذلك العلاقة بينهما إلى الآن دون ما تأشيره سواء للبرازيليين أو للمغاربة المتبادلين للزيارات بين البلدين وهذا لم يتأتى لدولة أخرى كما كان المغرب أيضا هو أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة أول بعسلها خارج حدودها الترابية كانت مفوضيتها بطنجة ديليغاسيون أمريكان والتي كانت نوات واستمرت في العمل ديبلوماسي لسنين طويلة إلى أن انتقلت العاصمة إلى الرباط والتالي أصبح هناك تمتيلية على مستوى سفراء ونحو هذا أما بشأن الرابطة رابطة علماء المسلمين فكان من الطبيعي أمام تزايد المسلمين وكون يدخل تحت إشرافنا حوالي 160 مركز وعشرات المساجد وعشرات المدارس وكل هذه الهيكلية العامة لأنك لما تتحدث عن جارية فأنت تؤسس لها دينياً واجتماعياً وتربوياً وفكرياً ورياضياً بل وسياسياً أيضاً ناهيك عن الجانب الاقتصادي لأن كل المهاجرين هم بالأصل تجار وأغلبيتهم من الشام من فلسطين إتر التهجيرين الأول والثاني عقب الحرب العالمية الأولى والثانية ونكبات الانتكاسة وما إلى هذا عفوا ثم اللبنانيين والسوريين بعدها التحق بنا مزيج من الأجناس الأخرى العربية والمسلمة غير العربية أيضاً من دول شرق أسيا وللمغاربة حضور ملحوظة إن هذه الأعداد المتزايدة من المسلمين والتي كان آخرها الآن ما نتج عن الحرب السورية حيث فقط على هامش هذه الحرب استقبلت برازيل ما يزيد عن مليون مهاجر من سوريا والعراق ومن دول أخرى طبعاً كأفغانستان لعل أربط هذا بما حدثت كآنفاً من أن البرازيل دولة تشكل في منسوجها الاجتماعي موزايك يعني فسيف ساء فضاء فضاء مفتوح للديانات والأجناس والتقاليد وهذا مما يكسبها أيضاً عالمية وإشعاع تقافي ورافد سياحي بامتياز لذلك أمام هذا الاضطراض المتتابع والعدد المسلمين المتزايد كنا بالضرورة أمام الحاجة إلى إنشاء لجان علمية في بداية الأمر أنا أحدثك عن أربعين سنة مضت لجان علمية تهتم بالمساجد وتشرف على إدارتها وعلى معارضة الإمام ورئيس الجمعية أو رئيس المركز وتأطيرها علمياً وفكرياً وكان الأزهر دائماً يوافين بدعاة ثم فيما بعد تدخلت السعودية وأنشأت عدة مساجد ونحن اليوم أمام خطر أيضاً الزحف الشيعي والسيولة المادية المرتفعة المغرية من أجل تشييع أبناء المسلمين السنة لكن نتصدى لذلك بالمرصاد مع ما يلزم من الحكمة والمجادلة بالحسنة وبالتالي انتقلنا من مستوى اللجان العلمية إلى هيئات علمية طبعاً الهيئات تكون إما محلية أو إقليمية أن البرازيل يعيش ما يسمى سياسياً بحالة الفيدرالية الفيدرالية هي مكونة من 26 ولاية وكل ولاية لا الحكم الداتي هي ليست مستقلة يعني يحكمها النظام الفيدرالي ككل لكن في إدارتها هي لها كل الصلاحيات حتى الرئيس أو الجوبرنور المحافظة أو الوالي يختار من الشعب ولا يعين ولكل ولاية مجلس تشريعي ومجلس بلدي ومجلس وزاري مسغر ومرتبطة بعد ذلك بالنظام الفيدرالي في العاصمة برازيليا فإذا بعد هذا انتقلنا من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي أو الجهوي ثم المستوى الفيدرالي وتطورت فكرة اللجان العلمية إلى هيئات ثم إلى اتحاد العلماء ثم إلى رابطة علماء المسلمين في البرازيل والحمد لله لم أزل أرأسها على مدى سنوات ولكن بعد ذلك وسعنا هذا المدى لكي يشمل التنسيق مع دول أمريكا اللاتينية ففي دول أمريكا اللاتينية الآن الحمد لله يكاد يتبعنا 25 دولة لا أحسن أن أقول يتبعنا ولكن ننسيق فيما بيننا إنما نصدر جميعا عن رأي واحد وعن إجماع طبعا لابد أن تكون معترف بها من كل الحكومات حتى الفروع التي لنا في باقي دول أمريكا اللاتينية يجب أن تكون مرخصة دائما أنا أحرص سواء في إطار إطاري الشخصي أو مع أسرتي أو مع الجارية المغربية أو لنتعدى ذلك إلى أفق أكبر للجارية الإسلامية أن نعمل في دائرة الضوء وأن نكون تحت المجهر لأنه لا يجمل بنا كمسلمين نقدم المسلم السيء عن مثلا تهرب الضريب أو عن الاشتغال من دون ترخيص أو عن الانتساب إلى مؤسسة غير مشرعة إذا أصبحت معترف لدى الحكومة مسجل لديها فأنت تشغل بالضرورة هذا الجانب الاستشاري هو سلطة غير ملزمة ولكنها من باب الاستئناس بالرأي الحمد لله نحن في ضمن قائمة الشرف للمدعوين في كل المناسبات الرسمية ابتداء من الرئيس والوزراء ومن بعده واستقبال الوفود الأجنبية وتوليعها وكذلك في كل قرارات الدولة آخر ذلك أبشرك شاركت قبل حضوتي بالمجيء إلى المملكة المغربية والمشاركة في الدروس الحسنية العامرة شاركت دعيت كخبير للمشاركة في ندوة علمية خاصة التي يشرف عليها ويؤطرها هو تسمون هنا المحكمة الدستورية أو هناك نسميها المحكمة العليا وهي تتأسس من 12 عضو كلهم مرتبة وزير وهم الذين يقررون نجاح الرئيس أو إسقاطه أو عزله ودستورية القوانين وحجب بعض القرارات البرلمانية من الغرفتين الأولى والثانية فإذا هي أعلى سلطة فكانت تتدارس إمكانية سن تشريع يسمح بإجهاض الحمل إذا تبين على أن الجنين مشوه خلقيا وأنه قد تصعب عنه فيما بعد مجموعة من العراقيل سواء في بنيته هو أو للأم أو على المستوى العائلي فأنا طلبت لك يتحدث عن حكم الإسلام في هذا وطبعا أبديت ورقة علمية وأخذت بعين الاعتبار بمجموعة من الزيادات وبالنسبة لهم أشياء لم تكن في علمهم ولا في تفكيرهم ولا في عقيدتهم ولا بالتالي في أعرافهم لأن المنادات بالإجهاد أمر بسيط أي إن كان قد يقول بهذا لكن الأصل أن تحفظ الحياة لا أن تزهق الروح ونحن لنا في الإسلام قاعدة حياتية إنسانية إنسانية بشرية كريمة جداً في قوله تعالى أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً وأنا أذكر أن هذه الآية مكتوبة ضمن إلى جانب خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم في لوحة حقوق الإنسان في مدخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لأبيض على أسود ولا لأصفر على أحمر إلا بالتقوى والآية التي تقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلاً لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير وقول عمر كذلك يا جدارية كبيرة فيها مجموعة من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والعلماء قول عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة وزيد على هذا وكذلك عندنا شيء مهم يغفل عنه الناس وهي ما يسمى بوثيقة المدينة المنورة وثيقة المدينة المنورة هذه هي أول دستور وضع لدولة معينة في التاريخ لما هاجرنا بصاصم إلى المدينة واستقر كانت تسمى يترب ثم صار إسمها المدينة وطيبة الطيبة وجعل فيها دستور ينظم علاقات مكونات وشرائح وأطياف المجتمع المدني كان يومئذ فيه العرب المشركين وكان فيه المسلمين وكان فيه اليهود أيضاً فنظم ذلك سلماً وحرماً اقتصادياً واجتماعياً فهذه عدة نواة أول دستور تنبني عليه فيما بعد مراعاة وانتظام حقوق المعايشة السلمية بين أطياف المجتمع الواحد فقلنا بالتالي صارت ضرورة إنشاء الرابطة رابطة علماء المسلمين للتنسيق وللإجماع على الأحكام الفقهية وللنظر في النوازل أي مستجدات ما قد يجري وأيضاً للرد على فتاوي المتتبعين والمهتمين ولتعليم القرآن وإنشاء المدارس وبناء المراكز والمساجد والمقابر أيضاً الحمد لله إحنا عندنا مقابرنا الخاصة وندفن الحمد لله حتى من دون التابوت من دون الصندوق هذا يعني بالكفن مباشرة يرخص لنا وفي بعض المساجد يؤدل لنا برفع الآدان المرات الخمس لكن نحن احتراماً يعني للجوار غير المسلم نرفع الآدان على الميكروفون خارج المئدنة في الأوقات الأربعة ظهر وعصر ومغرب وعشاء ولكن في الفجر نجعل الآدان داخل النسجد مخافة يعني تجنباً لإزعاج الناس وغيره والحمد لله كل ما أقمنا مؤتمراً أو نشاطاً علمياً أو ندوات تكوينية أو ورش أعمال أو غيره إلا دعونا المسؤولين على مختلف الأصعيدة طبعاً المسؤولين المحليين الذين يقومون على النفوذ الترابي من دوي السلطات المختلفة إضافة إلى المفكرين ويلازمون دائماً يكد يكون عنصراً متواجداً باستمرار رجال الكنيسة أيضاً وإياناً الأساقفة أو المطارنة أو الكرادلة على اختلاف مستوياتهم فلله الحمد الإسلام في تزايد كان آخر من أسلم عندي شخصياً حسب الرقم التسلسلي 3578 شخص في الوقت اللي الآن نشهد طفرةً وميلاداً جديداً للكثير من المسلمين المهتدين الجدد البرازيليين وغير البرازيليين ونحاول أن نؤطرهم في معهد الإسلام اللاتيني قريب من معهد محمد السادس لإعداد الآيمة والمرشيدين والمرشدات من أجل تكوينهم دينياً وفكرياً لكي يتقلدوا فيما بعد تسيير وإدارة شؤونهم الخاصة لأننا تعرفهم عندهم طبع معين ولغة يتواصلون فيما بينهم ولكن إلى اليوم هم يوصلون في مساجدنا لكن نحن بالتبرج إلى حين الإعداد الناضج والظن شبه اليقيني أنهم أصبحوا على مستوى القيادة عند ذلك نسلمهم دوائر مختصة فيهم بذلك هذا يعود بي إلى ما يسمى النستالجيا ها حنين الماضي فمحبكم بعدما تخرجت من جامعة القرويين بفاس في العلوم الشرعية بالعالمية انتقلت إلى الدراسة في دار الحديث الحسنية في أوائل تمانينات وأعددت الدراسات العليا ثم قمت بإعداد الأطروحة أي الدكتورة في الأزهر الشريف في مصر وكان لأطروحة أخرى مماثلة في الجامعة الأمريكية بالولاية المتحدة فشاء الله سبحانه وتعالى أني سافرت إلى السعودية إلى الحجاز إلى مكة المكرمة وكان عندي مجلس تفسير للقرآن الكريم في الكعبة الشريفة في البيت الحرام هناك عرض علي عند افتتاح مسجد ومركز إسلامي ضخم في كراكس في فينزويلا أني أدير هذا المركز وأنا كنت يومئي دين الحقيقة بين متردد متردد بين القبول والرفض لأنه كان أمامي مشوار آخر أكاديمي للبحث ولبعض الإصدارات والكتابات لكن استخرت الله ورأيت على أنه من الخير لاستجابة لأمر الله بنشر دينه أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ففي هذا حياة وفعلا أنا وجدت أن في حياة فعليا لما أسلم كثير عندي الحمد لله ولما قمت بتزويج الكثير ولما أدعت ما تيسر من العلم ونشرت ما تأتى من الثقافة الإسلامية صححت بعض المفاهيم وجلت الكثير من البلاد فبعد انتقالي لإدارة المركز الإسلامي في فينزويلا في كراكس في حدود ثلاث سنوات بعدها دعيت للانتقال إلى زيارة البرازيل في ضمن مؤتمر دولي كان عقد في الكونغرس البرازيلي كان هذا الكلام عام ألف وتسعونية وتسعين أو واحد وتسعين فذهبت إلى البرازيل وحاضرت هناك وقدمت مجموعة من المشاركات فأجمعوا على أني لا أرجع إلى فينزويلا لكن أنا استأدنت ورجعت إلى المغرب ورتبت بعض أوراقي وغيره ثم استشرت الحكومة المغربية فأبداً هم زكوا هذا الأمر باعتبار أول مغربي يذهب إلى البرازيل والحمد لله هناك حافظت على إدارة عدة مراكز وعلى إنشاء مراكز أخرى ومساجد إلى أن صار الأمر لرئاسة مجلس العلماء الذي يضم أكثر من 120 عالم من مختلف القارات لكن الوحيد من الحمد لله من المغاربة التي أرأسه وهذا شرف لنا ولمملكتنا وهو مع التشريف تكليف ثم كنت أحسب أنه من تقدير الله لن أستزيد في مقامي في البرازيل على سنتين أو سلاتة والآن أنا أتم 33 و34 سنة لكن دائم التواصل بين البرازيل وبين المملكة واعتبرها البلد الأم وأيضا بين البرازيل ودول الجوار كما الحمد لله أشرف بعضوية الكثير من المجامع الدولية ورئاسة مؤتمرات ومتديات وإقليمية وجهوية ولذلك دائم التنقل بين الشرق العالم الإسلامي وغير الإسلامي وغربه طبعا مرورا بأوروبا وأسيا ونحو هذا إلى أن قيض الله عز وجل وعدت أدراجي إلى المغرب وتزوجت وأنشأت أسرة هي الآن في البرازيل عندي ولد في الطب وبنت في الإدارة الأعمال وزوجتي الأخرى أستاذة جامعية ونحن على هذا إلى أن نحي الله أمرا ونحن على هذا المشاهد